هنروح لكورة السلة مستر أجوستي بوش كان عندنا مباراة مهمة جداً اللي فاتت كانت يوم لتنين كانت مع المصرية للاتصالات في صالة المركز ويومبي في المعادل الحقيقة انا اتفرجت على المباراة دي مباراة دي كانت ماشي كلوس جيم جداً عايز اقول لكم يعني انا كان فاضل دقيقة ونص وكان المصرية اتصالات طالع على خمسة بمب يعني عايز اقول لكم المطش يعني خلص في الاخر يمكن بسلم لمهيب حط اللي ياب كويس جداً توماس جاله توشوتس جابهم يعني المطش خلص بخبرة كبيرة جداً يمكن حمد الناحية التانية في المصرية والاتصالات كان ليه دور كبير المحترف بتاعهم مستر أجوستي بوش وقفوا بشكل كبير جداً جداً عن المباراة عزلوا اللاعب ده كان حطت واحدة ربين بونت في مطش الاتحاد اللي قابله الاهل دلوقتي متصدر طبعاً الدوري برصيد اربع نقاط من فوزين على سبورتيج ومصر الاتصالات فرقيتنا تلعب يوم والجمعة اللي جاية مطش مع مصر التأمين قوي جداً فيه صالتنا صديق عبد الرحمن فوز يمكن اللي بيميزه حقيقة مستر أجوستي بوش مستر أجوستي بوش يمكن اللي بيميزه ان بيقرأ الفرق الناحية التانية كويس انا شفت المباراة اللي فاتت هو قدر يحد بشكل كبير من المحترف فريق المصرية الاتصالات لجأ لعمل ترابات يعني فيه اوقات كتيرة جداً لما كان اللاعب ياخد الكرة بتدي يلعب او ياخد هاي سكرين كان بتروح عليه بتراب عشان يسيب الكرة من ايده يبقى احنا الكسبانين كان قالي الفرق كويس هو ده اللي خلينا برغم ان ملعب المركز اولومبي لعيبة كتير ما تحبش تلعب عليه ملعب داية وملعبه يعني ارضيته يمكن شوية مش مريحة بس مع ذلك قدرنا الحمد لله نعدي بالمباراة وده اللي بيميزنا دلوقتي ان احنا في السواني الاخيرة والدهاء الاخيرة فيه تركيز فيه كنترول شفنا سيف بالرغم ان احنا عندنا غيابات عندنا احمد حمدي مش موجود عندنا فيه لعيبة مصابة عندنا مروان سرحان يهاب امين عامل عملية عندنا مجموعة من لعبين مش موجودين ومع ذلك الحمد لله الفرقة بتوصل ببرى الامن بس فيه حاجة انا عايز برضو اتكلم عنها في المباراة دي كان فيه نهاية عشرين سنة اهلي وجزيرة كان بتتلاعب في صلة حلوان الفريق الاهلي بقيادة كابتن ياسر ابو الفتوح انها حد تاني طبعا بقيادة الكابتن القدير شريف الجندي والد طبعا عمر الجندي وعبد الرحمن الجندي وطبعا عائلة الجندي كلها واللي ماسك فريق عشرين سنة هناك الحقيقة كان فيه قرار غريب شوية يعني احنا كنا طول عمرنا عارفين لما بيقى فيه مطشط شباب عشرين سنة ومطشط درجة أولى دايما بنحاول او منطقة القاهرة بتحاول تأفويد او تتجنب انه يبقى فيه مطش في نفس التوقيت لان غالبا بتلاقي لعيبة من عشرين سنة متصعدين مع الدرجة أولى والعكس صحيح يعني شفنا بوديو حسان بيلعب معه بوديو حسان اللي متصعد الدرجة أولى بيلعب عشرين سنة والله هتسمح له فكان دايما المنطقة القاهرة بتتجنب ان الصدام ده يحصل ما نفعش بقى عندي مباراة نهائية عشرين سنة أهل جزيرة وعندي مطشط درجة أولى في نفس الوقت ولكن للأسف أول مرة نلاقي ده نلاقي انه اتحط يعني مباراة في نفس التوقيت حرمنا مين حرمنا طبعا من عبدالله ناصر أحد أهم اللاعبين اللي كانت ممكن تلعب مع الفرقة وتفرق معها وده أدى الفوز ده دي الجزيرة على النادي الآلي في المباراة النهائية فطبعا احنا ابنه ناشد احنا عايزين المصلحة مش بنقول أجل غاد نادي الآلي بس طول عمر الموضوع ماشي كده طب ليه احنا غيرناه مخصوص عشان يعني ما يتقلش ان انت بتجامل مثلا دي خالص لأن الموضوع مش معموله خصيصة النادي الآلي هو طول عمره التقليد ده متبع من أيما أنا كنت مبلعب عندي مطش عشرين سنة ومطش درجة أولى اللي اتنين بيبقى في يوم ويوم ليه عشان يعني هل ده جزاء النادي الأهل لأنه عنده لعيبة مساعدة ولعيبة بتلعب منتخبات ولعيبة تصلوا وتلعب في الدرجة أولى يبقى أنا أتعاقب وألعب نهائي المنطقة بدون لعبتي ايش طبيعي يعني فأتمنى يعني ان شاء الله ان المسؤولين في المناطق كلها يعني ياخدوا ده في الاعتبار انه ما ينفعش بقى عندي فريق حتى نفس الكلام مطاية اسكندرية انفعش فرقة بتلعب زي سبورتينج بالعيب زغير وعشرين سنة بيلعب نهائي المنطقة اسكندرية وحطوه المعاد في نفس التوقيت لحقيقة انه شايفين القرار ده جانبه السواب